من دائر تعليق سريع حول قضية مهمة نحن حقيقة في كل الحلقات اللي بيكون فيها مشاكل زيدي يندر يعني نحن دينا محمد عبد الله كونه مدخل بعنا مداخلة لحاجة كويسة لكن ملاحظين في حاجة حاصلة في السودان أنه صاحب الحق بقي خاف يتصل أو يعلن قضيته للرأي العام لأنه بيخاف من تبعات هذا الكلام وأنه ربما يلحق ما حصل لزول الدائر يطرح قضيته شوف شوف ما هيدي الكارثة هنا الشعب السوداني دلوقت قريب جدا كان الصراع السياسي دا في ميدان مؤين أبطاله وخوانته والبين تصره والبين هزموا معروفين في ميدان محدد الآن هذه العملية السياسية انسحبت بقت على العموم الآن الشعب السوداني يعيش أسوأ إحساس ممكن يعيشه شعب وهو الخوف وعظم الانطمئنان أنا قادم من الخرطوم يمكن لي 40 يوم يعني المنازل التي كانت تضج بالعافية وتضج بالحياة وبالحيوية أصبحت تغلغ منذ الخامسة مساء الكل يخاف على نفسه وهذا الخوف له حيثيات حقيقية إما بمتفلتين أو من جهة لديها سلطة سياسية تستطيع أن تصادر مالك وتستطيع أن تصادر ممتلكاتك وتستطيع أن تصادر حقك وتستطيع أن تحتقلك وتستطيع أن تطاردك وللأسف الشديد كل هذا يتم باسم الحرية وباسم العدالة وباسم البواسسة هذا الوضع لم يعاهده السودانيين في طوال حياتهم وبالتالي هذا الأمر إذا استمر الشعب الآن هو في وضع المفعول به ولكن إذا استمر هذا الضغط ما في شعب يتحمل بالضبط هذا هو الذي سيحدث للأسف الشديد نتمنى صادقين أنه لا يحدث